حدثني يحيى بن سعيد حدثنا سفيان وعبد الرحمن بن مهدي أخبرنا سفيان وزائدته عن منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم قال عبد الرحمن في حديثه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال وتوضأ ونضح فرجه بالماء وقال يحيى في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ونضح فرجه حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن رجل من ثقيف وهو الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا ثم نضح فرجه حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك قال سألت أهل الحكم بن سفيان فذكروا أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الرحمن ورواه شعبة أو هيب عن منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال غيرهما عن منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان قال قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكره والعبد الله وجدت في كتاب أبي بي خط يده حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بالا ثم نضح فرجه حسنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن رجل من ثقيف وهو الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا ثم نضح فرجه قال رأيت 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 ر